اشتركوا في القناة وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا ألفا وعدد الرمال ذرة ذرة وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلبك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك ذهبوا إلى السجن ليخرجوا يوسف الصديق عليه السلام لقد اقترب الفرج يا نبي الله وهكذا تمضي الحياة عسرا ويسرا شدة وفرجا ولكن يوسف أحدث مفاجأة غير متوقعة يوسف يوسف لقد اشتقت إليك يا صديقي يوسف لقد جئنا إليك في أمر جلل يرد يوسف عليهم السلام ويسألهم عن هذا الأمر يوسف أيها الصديق لقد رأى الملك رؤية أفزعته كثيرا ونريد تفسيرا لها رأى الملك سبع بقرات سمان يخرجن من النيل ورأى سبع بقرات عجاف يخرجن أيضا ويرعون مع بعضهم ثم السبع العجاف يأكلن السبع السمان ورأى أيضا سبع سنابل خضر وأخر يابسات ماذا تقول في هذا يا يوسف فسر لهم يوسف الرؤيا وقال تزرعون سبع سنين متواصلين فما زرعتم دعوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد السبع سنين هذه سبع شداد يأخذن ما قدمتم لهن أخبروني بتفسير هذه الرؤية مولاي قال يوسف في تفسيره للرؤية نزرع سبع سنين وندخر هذه الزروع لا نتصرف فيها بأي تجارة أو أي شيء إلا قليلا مما نأكل ثم يأتي سبع سنين شداد يأخذن ما اتبخرناه لهم أحضروه إلي حالا أستخلصه لنفسي أبشر يا يوسف لقد أمر الملك وحاروب ملك مصر بخروجك من السجن فأجابهم يوسف بأن يعودوا إلى الملك فيسألوا عن النسوة التي قطعن أيديهن وكان سبب هذا أن يوسف الصديق عليه السلام أراد أن يعلم الملك أنه قد حبس ظلما لم يرد يوسف الصديق أن يخرج فتلاحقه الشائعات فيعلم الجميع أنه بريء لأنه نبي والنبي قدوة لغيره من البشر مولاي لقد رفض يوسف أن يغادر السجن قبل أن نسأل النسوة التي قطعن أيديهن عن حقيقة مراودة يوسف عن نفسه ماذا تقول؟ كيف لمسجون أن يشترط علينا شرطا لقدومه إلينا؟ مولاي علينا أن نواجه عزيز مصر وزوجته بما قال ونسأل النسوة عن حقيقة هذا الأمر هذا هو الفتى العبراني الذي أحبته زوجة العزيز؟ نعم يا مولاتي هو يوسف عن أي حكاية تتحدثون يا أمي؟ زوجة العزيز يا ولدي ما لها؟ أحبت يوسف أحبته حبا شديدا سكن العشق قلبها ثم استقدمت نسوة وأعدت لهن متكأا وجلسنا حول مائدة كبيرة ليروا جمال يوسف فما كان من النسوة إلا أن قطعنا أيديهن عندما رأوه إذن افتحوا التحقيق في هذا الأمر وأبلغوا العزيز فورا وأنت يا زخار اسأل تلك النسوة ماذا تقول يا زخار؟ طلب الملك أن يتحقق من أمر النسوة؟ نعم وقد أمر الملك بإحضار النسوة التي قطعنا أيديهن معنى هذا أن الجرح سيفتح مرة أخرى يا زخار للأسف الشديد يا مولاي عزيز مصر هكذا شأن بعض النساء لا يأتي من ورائهن إلا كل شر الملك أمر بفتح التحقيق في قضية يوسف ماذا تقول يا عزيز مصر؟ قضية يوسف معي؟ هيا ابعثي رسولا إلى النسوة التي قطعنا أيديهن فإن الملك قد أرسل في طلبهن الآن ماذا تقول أيها العزيز؟ من الذي نبش هذا السر؟ أنا لا أستطيع العيش حين أتذكر ما جرى أنا لا أتيق أنفاسي ولا روحي أنا أنا بأسة يائسة من حياتي يائسة هذا الشاب البريء سيخرج من السجن وسيدخلني أنا سجن العذاب فأنا من ألقيته في السجن دون وجهك هذا هو العقاب يا زوجة العزيز هذا هو ثمن الحشق وثمن تلك المغامرة ماذا تقول يا أخور؟ يوسف فتى العزيز الذي حبسه يشترط على الملك نعم يا كبير الكهنة واه ماذا فعل الملك؟ استجاب له وأمر بفتح التحقيق ما هذا الذي تقول على أخور؟ استجاب له وأمر بفتح التحقيق ماذا حدث يا زوجة عزيز مصر؟ أخبريني ماذا حدث بكل صدق هل راودك يوسف عن نفسك؟ لا أنا راودته عن نفسي ويوسف بريء يا ملك مصر إذن لقد دخل السجن بفعلك أنت يا عزيز مصر أليس كذلك؟ يوسف بريء يا مولاي بريء من هذا الذنب وقد ألقيته في السجن ظلما نعم أنا من ظلم يوسف ما بالكن إذ روتن يوسف عن نفسه؟ حاش لله ما علمنا عليه من سوء؟ الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسه فاستعصم علينا إذن أن نخرج يوسف من سجنه بعد أن ظهرت الحقيقة قد يالأمر يا سليخة قد يالأمر من الذي فتح هذا الجرح الغائر مرة أخرى؟ هذا جزاؤك يا سليخة أنت أنت التي تدفعنا تمنى دفاعك وراء مشاعر أنت ماذا حدث هناك في قصر الملك يا مولاتي؟ حدث ما لم يخطر ببالي أحد لقد برأت يوسف من كل شيء إذن فعليك أن تنسي كل ما حدث أنسى ما حدث؟ إن ما حدث لا يريد أن ينسي فكيف لي أن أنساه؟ هل أحضر لك الطعام يا مولاتي؟ لقد أكلت يا مشور لقد أكلت سنين عمري ولم يتبق منها غير القليل البائس بأي وجه ستواجه الرعية يا عزيز مصر؟ بأي وجه وبأي شموخ ستقف على منصة الحكم لتأمر وتنام لقد انكسرت أنت انكسرت أمام جنودك أنت في حالة سقوط حالة سقوط شديد في أعماق العار الخزي انتهيت أنت انتهيت يا عزيز مصر انتهيت أهكذا أهكذا يا عزيز مصر قضت عليك امرأة المتهورة لقد انتهيت انتهيت يا عزيز مصر انتهيت ماذا بك يا أم الحبيبة؟ لا شيء يا ولدي لا شيء كنت أفكر في مستقبلك اروي لي حكايات عن أبي لماذا تذكرت هذا الآن؟ لأنني لم أره في حياتي ولا أعرف شيئا عنه أبوك كان رجلا بسيطا طيبا والآن هيا كي تنام يا ولدي ترى ما الذي دعا زليخة لتفعل هذا؟ هل يمكن للحب أن يفعل بامرأة كل هذا؟ تضحي بجمالها وزوجها من أجل شاب صغير؟ لا أدري هيا أخرجوا يوسف من السجن افتحوا الأبواب سمعا وطاعة أيها القائد تضحي بجمالها وزوجها من أجل شاب صغير تضحي بجمالها وزوجها من أجل شاب صغير ترجمة نانسي قنقر